رئيس السمئين هو الأول في الطوكوس الملائكية يخدم أمام الرئيس رئيس السمئين يقولوا الصفات الحلوة بتاعت ربنا وبعدين يحاول يلجأ لرحمة ربنا ويذكروا بإحسناته كثيرة علينا وبعدين يقولوا كده إحنا أخطأنا مش بس إحنا إحنا وأبأنا وأولادنا وكهنتنا وكلنا أخطأنا أما يكون واحد داخل معترف بخطأه تبص تلاقي ربنا يتحنن عليه لكن واحد داخل عشان يتوب يقول يعني أنا عملت إيه؟ فاهمين الفكرة؟ أما كنت بكلمكم عن الاعتراف وفيه ناس زعلت مني بقول لكم فيه اعتراف بيبقى إيدانا لينا مش اعتراف ناخد بسبب ببركة أصلي بصوا لو دخلت وقلت أنا غلطت في كذا قلت أنا غلطت في كذا يبقى كده هتاخد مغفرة لكن لو دخلت هم أول ما قلت هم عارف هتحكي أكتر أو هتحكي يعني هو أو هي هتحكي أكتر وفي الآخر هتطلع داين نفسك وداين الناس في وجود ربنا قدام أبونا يبقى معنى كده أن الاعتراف الحقيقي أما باعترف بني وبين نفسي قدام ربنا وبقول له أنا أخطيت أنا زعلتك أنا كنت عصبي زيادة أكتر من المفروض أنا كنت بفكر أفكار مش حلوة أنا اتعملت مع الناس بعدم احتمال وبطولة لسان مش بطولة بال يبقى ساعتها هندم عن الحاجة الغلط وهطلب أن أنا أسلك في الصح فساعتها هنال المغفرة لكن لو بديت في نفسك تقول هما استفزوني وهما ما عندهمش أصل وهما ما احترموش فرق السن وهما طب أنت عملت إيه وقفت أدنتهم وبالإدانة يقول لك طيب كما تدين هتدين بالحكم اللي أنت حكمت بيه على الآخرين ما ربنا هيحكم عليك بيه من حكمة نحمية أن هو أول حاجة أدان أدان مين أدان الناس اللي حواليه أدان الشعوب اللي قصرته لأ قال له إحنا ما كناش هنتسلم ليد الشعوب إلا بسبب خطيانا وبسبب زلتنا وشرورنا وأسمنا ومقدم اعتراف لربنا أول حاجة إن هو حط الشريعة قدام عينه وقال شوفوا بقى كل حاجة غلطنا فيها تعالوا إن إحنا نرجع ونقدم توبة عنا وعمل توبة جماعية كل الشعب كل واحد فاهم كل واحد قرب عشان يسمع كلمة ربنا وكل واحد سمع قدم توبة وحتى تفتكروا إن الناس بتدت تبكي من كتر اللي هم متأثرين إن هم ليهم سنين بعيد عن طريق ربنا وعن معرفته فبداية الحياة الحلوة مع ربنا وقفت صلاة في خشوع بتوبة ودموع زي ما هم عملوا الحاجة الأهم كمان مدنش الآخرين شوف إنت غلطان في إيه عشان تلاقي نجال نفسك ونجال حياتك لو قدنت الناس كلها وكل الناس داخلت الملكوت وإنت بالدينونة التي بها تدين تدين وعشان كده الصلوة الحلوة اللي قالها نحامي احنا تعلمنا منها تفاصيل حلوة كتيرة إزاي الواحد يقف ويصلي وإزاي الواحد يقدم توبة في الصلاة وإزاي الواحد يشكر ربنا على مرحمه وأحسناته كتيرة وإزاي الواحد يتذكر معاملات ربنا مش بس معاه مع الكنيسة كلها من بدقة نشأتها أما يقعد يفتكر يقول له رب ده إحنا في مرة قاموا علينا وكانوا هيتعبونا وقالوا لنا تنقلوا الجبل وإنت بحنانك نقلت الجبل يا رب ده في مرة قاموا وقالوا مش هنخلي هنخلي الدم يوصل للجمل خيل وإنت بتحنانك عملت كذا أما كل مرة بفتكر قد إيه ربنا يقول لولا إن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن يعود يشكر ربنا وأنا بشكر ربنا هبص لقي قلبي تفتح إن أنا كمان مش بس أشكره أقوله بقى طب الحاجات الوحشة اللي فاتت دي كمان أنت كمان يا رب ترحمنا وتقبل توبتنا عنها وتقبل إن أنت ترجعنا لطريق برك مرة تانية وبعدين يقول إيه من أجل ذلك إحنا وصلنا لأصحاح عشرة أول آية ابتدى يقول ومن أجل ذلك نحن نقطع مساقا ونكتبه إنتوا عارفين إن كان نحمية منظم جدا كان كل حاجة بيعملها بحسب نظام وترتيب الأول يفكر الأول يدرس الأول يرتب الأول يفوض ناس وبعدين يبتدي يتابع العمل ويقسم العمل على أشخاص كتير ويبتدي يتابع العمل لحد ما العمل يكمل وهو عمل إيه؟ مرة يصلي ومرة يتكلم مع الناس مرة يصلي ومرة يتكلم مع الناس لحد ما جات شريعة ربنا خلى الناس المتخصصة هي اللي تكلم الناس ما قالش طالما أنا القائد أنا اللي كمان أوعز لا جاب الناس الشراح اللي شرحوا للشعب لكل فاهم أو كل واحد وصل للسن اللي يقدر يفهم فيه وشرحوا لهم الشريعة طيب وبعدين قالوا لهم بصوا بقى الحاجات اللي احنا بعيدنا عنها دي واللي كانت سبب في وقعتنا وواكستنا اللي احنا فيها دي خلينا ان احنا نقدم توب عنها عشان يكون لنا نجاة ويكون لنا الفرح ويكون طيب موافقين طالما موافقين تعالوا نمدي كلنا ميساق قدام ربنا ان احنا مش نحيد عن الشريعة بتاعة ربنا مرة تانية ومن اجل ذلك نحن نقطع مساقن ونكتبه ورؤسائنا ولوينا وكهنتنا يختمون يعني بصوا الجدية في العمل ايه زي واحد مثلا يجي يقف الليلة ترسنا ويقول له رب ده انا هصلي وهعمل كذا وبعدين ايه بعد اسبوع يكون ناسي يجي اليوم سبع يناير ده يبتده يبقى هو العيد خلاص والعيد ده بقى يعيد عليه مش سبع ساعات لا عايز يعيد عليه سبع اسابيع على حس العيد بقى ان هو معايد لا يصلي ولا يقرأ ولا بتاع عشان عيدنا بقى وواحد تاني يفكر نفسي يقول لا ده انا كتبت ان انا عايز ازود قريتي في كتاب المقدس وكتبت مبيني وبين ربنا مساق ان انا هرشم الصليب على بق ايه ما استعجلش اللساني في الكلام انا هعود نفسي لفترة اللي جاية ان انا ما تطلعش من لساني كلمة شر او مزامة لحد طول ما هو معاود نفسه بيفكر نفسه باللي كتبه تبصت لقى ايه يعمل ايه ياخد الحياة بجدية واحد يكتب ورقة وبعدين يروح قدام المكتب عند ابونا ويخش يقولها ويطلع المرة اللي بعدها هيكون كتبها ويكتب عليها خطيتين ثلاثة زيادة طب ليه يبقى هنا ما فكرش نفسه بالمساق اللي قطعوا مع ربنا وحط قدام عينه ان هو لا يحيد عن طريق ربنا مرة تانية والذين ختموا هم وابتدى يقول اسماء الناس اللي ختموا من اية واحد لا اية 27 دول كلهم الناس اللي ختموا ليه بيقول اسماء الناس اللي ختمت لان دول كلهم ناس اهتموا ان هم يرجعوا لطريق ربنا ويفتشوا عن الوصية ويعملوا بحسب شريعة ربنا وهم دول بينوبوا عن اهلهم وعن بقية الناس المحطين بيهم عشان يعملوا ايه عشان يكونوا سابتين في طريق ربنا فاية 28 بقى يقول وباقي الشعب والكهنة واللويين والبوابين والمغنيين والنثين نويم اللي هم دول المكرسين الناس اللي كرسوا حياتهم عشان خدمة ربنا كانوا دايما بياخدوا واحد من كل خمسين من ايام موسى عشان يبقى ده لخدمة الهيكل وبعدين اخدوا من الناس اللي هم العمونيين يعني اخدوا كل شوية كانوا في الشعب ياخدوا من مجموعة يبقى دول مكرسين لخدمة الهيكل لنضافة الهيكل والاهتمام به والاهتمام بأحواله طب وبعدين يقول وكل الذين انفصلوا من شعوب الارض الى شريعة الله ونسائهم وبنيهم وبناتهم كل اصحاب المعرفة والفهم يعني اول ما واحد يوصل لسن ان هو يبقى بيفهم فيه ويدرك فيه ابتدى ان هو يمشي في طريق ربنا وهو دول الناس اللي مضوا او مضوا عن ناس هم مسؤولين عنه يعني اب مسؤول عن ولاده فيمدي عنه وعن ايه اولاده طب هنا يقولك دول بعد ما مضوا عملوا ايه بقى يقولك انفصلوا من شعوب الارض اتاري في فترة السابي من احدى الحاجات اللي كان ربنا نهيهم عنها ان هم يختلطوا بشعوب الارض ولو تفتكروا كان من ايام نوح سبب مجيء الطفان يقولك ان ابناء الله رأوا ان بنات الناس ان هن حسنات فابتدوا ان هم يتزاوجوا من شعوب الارض وهنا بداية الخطيئة كبيرة ان الناس اللي كانت عايشة في الخطيئة وكانت بتعبد الاوسان وكده كان ينضم ليها ناس من شعب ربنا وبالتالي يمشوا وراهم في طريق الاوسان لدرجة واحد من احكم اهل الارض اللي ما كانش فيه حد في حكمته زي مين نتيجة ان هو تزوج من شعوب الارض واخد من النساء الاجنبيات كانوا بيعبدوا اليها على المرتفعات فاضطر راح عمل لهم ايه معابد على المرتفعات طب انت ايه اللي يخليك تتجوز من شعوب الارض ما انت عارف ان المعشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة هل حكمتك ما جابتش ان دي حاجة هتفسد زهنك او هتفسد حياتك لا نتيجة انه هو تساهل مع حاجة زي كده وما انفصلش عن شعوب الارض رغم انه كان من احكم اهل الارض وكانت ملكة تايما زي ما انتوا عارفين جت عشان تسمع حكمة سليمان فييجي نتيجة انه هو تهاون في حاجة كبيرة تبصت لاقيه جف على كبره وبخر للأوسان ولولا رحمة ربنا ما كانش يرجع مرة تانية فهنا نخلي بالنا ان حتى لو كان انسان احكم اهل الارض ولم ينفصل عن شعوب الارض يبقى ممكن الخطيئة تخش له ساعات الواحد يفتكر نفسه ان هو قوي او يعتمد ان هو عنده حكمة في ادارة المواقف او يعتمد ان هو مش بسرعة ممكن يستجيب لحد وتبص تلاقيه تليفون ورا تليفون ورا مكلمة ورا مكلمة تلاقيه ايه ده انا ما كنت فاكر نفسي مش ممكن اجاري الناس في الشر لدرجة دي النهاردة بقيت انا اللاسة عن ناحية الشر اتاري ايه بقى لو ما انفصلناش عن شعوب الارض لازم الانفصال عن الموطن الخطيئة وموقعه وهو ده اللي قاله ربنا قال ان العسرات هتبقى موجودة ولكن وايلا لمن تأتي العسرة بواسط طيب انا النهاردة لو عندي حكمة لو شفت شر يقولك اصديك يبصر الشر فيتوارى يبقى مش لازم يقولك اما الخاطئ يمر فيعاقب يبقى ساعة ما شوف الشر او شوف حاجة فيها خطيئة المفروض ان انا كابن ربنا ابعد عن الطريق ده يا بختك يا يوسف لما جريت وسبت الشر لكن واحد اعتمد على قوته واقعد في وسط الشر ويتضغط عليه كل يوم وعارف ان هو بيخضع كل مرة ويقولوله الفلسطين حواليك يا مين يا شمشون ويقوم ويقدر ربنا يديله القوة وفي الاخر يضعف 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 لحد ما يتزل ويتقص شعره وتدفق عينيه ويجر الطحون ويتلعب بيه لدرجة ان هما في الليلة اللي ابتدى ينبط فيها شعره قالوا هتوم من المكان اللي هو فيه عشاناه يلعب شوية قدامنا شوفوا قد ايه عدو الخير لما بيملك على حد بيهزق فيه ويبضل يزل فيه وعشان كده الصديق يبصر الشر يتوارى ابعد عن الشر واحد تاني يبقى مستحلي مكالمة ولا مستحلي مقابلة ولا مستحلي خطيئة وتبص تلاقي ايه مرة في مرة تسيطر عليه ومرة في مرة تتحكم فيه ومرة في مرة يجي في وقت يبقى مش قادر ان هو يبعد عنه الخطيئة طرحت كسرينة جرحة وكل شوفوا كلمة كل دي ايه يعني الواحد ما يستقواش نفسه لا احنا اقوى من شمشون ولا اطهر من داود ولا احكم من سليمان وعشان كده الانسان الطقي يعرف ان المجال اللي فيه خطيئة لا ما يقربش ناحيته ولا يفكر فيه ولا يحاول ان هو يمشي ناحيته يبقى هنا لازم ينفصلوا عن شعب الارض وده كمان عايز اقول لكم حاجة ان مش في الانفصل بس بالمكان لان ممكن واحد ينفصل بالمكان لكن يفضل للشر مكان في قلبه يعني مثلا واحد ايه يبقى بيقولك اصل الناس اللي حوالي بيعصبوني واحد من الرهبان فكر كده قال اصلان وجودي في وسط الناس ده بيستفزني فبيخليني اخضب طب انا المفروض اعمل ايه طب هاعد في القلاية اللي انا موجود فيها جوة دير واعد بالاسبوع ما اطلعش وبعدين لقى ان ساعات فيه جرس للدير وساعات فيه مش عارف ايه وساعات حد يخبط عليه عشان يدي له المارس بتاعه فقالك لأ طول برضه بايه بيخضبوني وبيستفزوني طب عمل ايه راح قال للاب اعترفه وقال له انا مفيش حل للغضب غير ان انا اسيب الدير واطلع وقعد في القلاية برا الدير وقعد لوحدي وبعدين في مرة الشيطان بقى ما يلاقي حد كده يقعد يلعب يحط بتاع الفخار اللي فيها مية يا دبك يملك كوباية جعمل زا ايه له كوباية تيجي مدلوقة يتنرفز وبعدين يملك غيرها يجي زا ايه له يجي متنرفز اكتر وفي الاخر راح مسك الكوباية ومسك الزلع الفخار راح مكسرها وساعتها افتكر الكلمة اللي قال له ابوه قال له خلي بالك الغضب ده مش براك الغضب ده ايه جواك عشان تنفصل في ناس بتسعى الى العسرات وعشان كده يقولك اما الذين يملون الى العسرات ينزحهم الرب مع فعلة الاسم يعني في واحد من جواه وهو ماشي كده عمال يدور على العسرة مرة واحد من الشباب اما دخل هو كان عايش في خطايا صعبة خالص وبعدين دخل الاجتماع للشباب ويقف في اخر الكنيسة كده بعد الحح طويل من الخدام ان هو بس يخش يرش من الصليب في الكنيسة وهو داخل عمال يفكر يقول كل الشباب ده ماشي اكيد ماشي بطال كلهم اكيد يعرفوا معارف وحشة كلهم اكيد بيقضوا ليالي زي اللي انا بقضيها وعمال ايه يفكر كده وبعدين سمع كلمة نخصة قلبه لدرجة ان هو قدم توبة من قلبه ومن كتر ما قدمت توبة حس ان هو قد ايه مش مستحق حتى عارفين اما بوترس قال كده اخرج يا رب من سفنتي لان رجل هو قال له رب انا ازاي اكون في الكنيسة وانا بهذه القزارة اللي مالي قلبي ومالي حياتتي وقدم توبة حقيقية يوميها المرة اللي بعدها هو داخل الكنيسة عمال كل ما يشوف حد يقول قد ايه الناس دي انقياء قد ايه الناس دي اطهار قد ايه الناس دي فكل واحد بيشوف بيشوف من ايه من عينه والعين اللي بيفسر وراها مخه فاذا كان مخه مش نضيف هتبص تلاقي كل نظراته مش ناقية وهتلاقي كل احكامه فيها ايدانا لكن الانسان الطاهر من كنز قلبه الطاهر يخرج طب والانسان الشرير من كنز الشرير في قلبه يخرج الشرور عشان كده الانفصال مش بس انفصال من الخارج زي ما اما كان بولوس الرسول بيقول لا تخلطوا الزناة فازاي قاله طب ازاي والعالم مليان فيه شرور قاله انا مش بقول لا تخلطوا الزناة يعني زنات هذا العالم لا ايه اللي يلزم ان تخرجوا من العالم لكن تعملوا ايه ما يفيش يبقى شاركة للنور مع الظلمة ما يبقاش فيه شاركة للمسيح مع بالعالم وهنا ده المقصود بالخروج فهنا بيقول ايه انفصلوا من شعوب الارض الاراضي الى شريعة الله يبقى انا النهاردة لازم هبتدي من النهاردة مش همشي بالحكم بتاع حكم الناس ولكن همشي بحكم مين ربنا هفتش عن وسيط ربنا واسأل عليها طب قالك سامح هتسامح قالك لا امشي بحسب حكم الناس وقالك حكمهم وعديهم وعلمهم الادب واللي دسلك على طرف ما تقابلوش تاني طب خلص انت عايز تمشي بايه هتنفصل عن مين وهتمشي بشريعة مين ما انت يا اما تمشي بشريعة ربنا وتنفصل عن الناس يا اما تمشي بشريعة الناس وتنفصل عن مين عن ربنا لان الخطيئة هي انفصال عن الله فهنا بيقول كده انفصلوا من شعوب الاراضي الى شريعة الله ونسائهم وبنيهم وبناتهم كل اصحاب المعرفة وفاة لصقوا باخوتهم لصقوا باخوتهم دي يعني ايه الاخ الالصق اللي هو ايه قريب لاخوته عشان كده احنا في الكنيسة يقولك كده المحبة الاخوية كمال لجميع الفضائل هي اللي تخلي الناس جماعة المؤمنين ملتصقين ببعض عشان يشجعوا بعض على عمل الخير لصقوا باخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف ان يسيروا في شريعة الله التي اعطيت عن يد موسى عبد الله وان يحفظوا ويعملوا جميع الوصايا الرب سيدنا كلي بالك اصلاك مش هتعنف اعتقدم مين سيدين شوف مين سيدك واتبعه اذا كنت بتتبع الله فمش ممكن هتقدم السيد التاني هيبقى السيد التاني هو اللي تحت رجليك فانت يا اما تحب الواحد وتفقد الاخر او تلازم الواحد وتحتكر الاخر عشان كده في ناس اما نجي نقولكو ان في ناس بيحتكروا شريعة الرب ليه لانهم بيخدموا سيد تاني ممكن سيد يبقى زي الذات الكرامة ممكن ذات يبقى زي المال ممكن سيد يبقى الشهوات ممكن سيد يبقى المعرفة والفهم حاسس ان انا بفهم ودرجة اما واحد يمسك الانجيل كده ويحط الانجيل تحته هو اللي هيدرس بقى الانجيل واحد يحط الانجيل فوق دماء وزي ما ابونا بيعمل كده مش بيحط الانجيل فوق راسه لان فعلا ما ابعد احكامك عن الفحص اعلى من افهمنا اعلى من افكارنا اعلى من كل حاجة احنا ممكن نعرف احنا لينا سيد بس لا تدعو لكم سيدنا القذر لان سيدكم واحد وهو فين في السماوات فاذا كان سيدنا في السماء فاحنا بنتبع هذه الارادة التي لسيدنا الصالح يسوع المسيح وصير رب سيدنا واحكامه وفرائده ولا نعطي بناتنا لشعوب الارض ولا نأخذ بناتهم لنا يعني مفيش حاجة اسمها قوان الورد عسل ساعات يجي بعض الشباب يقولك ايه احنا ممكن كل واحد على دينه لا مفيش شاركة للنور ومفيش خلطة ما بين او ابناء النور وابناء العالم مش هينفع اللي بحاول يمشي في حاجة زي كده ويقولك طب المشاعر دي اللي ربنا خلقها فينا لا مش المشاعر اللي حتت ربنا انا سمحت ليه بان مشاعري تتجه نحية الخطايا والشرور والاسهم ولنأخذ بناتهم لبنينا وشعوب الاراضي الذين يأتون بالبضائع كل طعام وكل طعام يوم السبت للبيع لنأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس وأن نترك السنة السبعة جزء اللي السبت دا يقولك أعطيتهم شريعة السبت فاكريني اللي درسناها قبل كده لأن شريعة السبت كان يوم السبت ما يعملوش فيه أي عمل من الأعمال طيب نتيجة ان هم كانوا موجودين في شعوب الأرض نتو عارفين أنه كان كده زمان كان اللي ينزل الظاهر ولا الفجالة ولا الحتة دي يلاقي المكتبات والمحلات كلها مقفولة وكل حتى اللي يشغلين في الميكانيكا واللي مش عارف ايه كله قافل يوم الحد ما كنتوش تلاقي محل واحد فاته لكن النهاردة تلاقي حاطت صورة قدسين قد كده وفاتح يوم الحد عادي مفيش مشكلة ليه؟ اختلطوا يقولك أصل المحل اللي جانبي حاطت مش عارف ايه وبيفتح فانا لو ما فتحتش زبون يعي يروح له فاكر ان حلته هتجيب رزقه طبعا ده ايه؟ نتيجة ايه؟ اختلاط بشعوب الأرض طيب هنا يقولك لا اذكر بقى يوم السبت حتى اللي هيجيلك عشان يباعلك يوم مقدس للرب ما تشتريش منه يتعود على عويدك اللي انت اتعودت عليه يباع عارف ان هو لو جي يوم السبت ورجع ما بعش حاجة يباع مش هيجيلك يوم السبت تاني لا هيخليك تقع في الخطيئة ان انت تكسر السبت ولا في نفس الوقت انت هتخالف او هتضيع خلوتك الحلوة اللي انت مفروض تقضيها مع ربنا عشان كده اما بيكون حد عنده فرصة ان هو يقضي يوم الرب بعيد عن الخلطة وعن المشاركة في الحاجات وعن الاعمال المفروض ان هو ايه يحط قدام عينه ان يوم الرب اسكر يوم الرب اللي تقدسه وان نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين كانوا يجوا يشتغلوا ست سنين طب والسنة السابعة اما يجي حد يكون سالف حاجة يقولوا خلاص احنا ربنا عافى عنا ودلنا فاحنا مش هنطلبك بالدين في السنة السابعة فكانت الناس يجوا قبل كده كانوا يقعدوا يتحيلوا على شريعة ربنا اما يجي حد يطلب في السنة السادسة ميرضاش يديله عشان يقولك ايه ده السنة الجاية لو مرحقش يرجعلي هتروح الفلوس علي لكن هنا ده الوصية اللي قالها لهم نسيح لي يأتيك سائل وترده ومن اراد ان يقترد منك فايه لا ترد هنا اقامنا على انفسنا وان نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين واقامنا على انفسنا فرائد ان نجعل على انفسنا سلس شاكل كل سنة لخدمة بيت الهنا لخبز الوجوه والتقديمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبوت والاهلة والمواسم الاهلة جمع الهلال والمواسم والاقداس وزبائح الخطيئة كانوا عندهم خمس انواع من الزبائح والحاجات دي كانت بتحتاج لفلوس عشان يجيبوا الحنطة ويجيبوا للحاجات دي فكان اما ما كانش فيه فلوس في بيت ربنا ابتدى الكهنة يروحوا يشتغلوا في الحقول والحاجات عشان يلقوا اكلهم لكن هنا اما كانوا حطوا فريضة على كل واحد ان يدفع كان المفروض ان هي نص شاكل بس هنا نتيجة ان هم خارجين من ازمة اقتصادية صعبة وكانوا في السابي وكده فبرضو ان اردت ان تطاعتهم ما يستطاع فهنا خففوها على انفسهم خلوها تلت شاكل لكن بعد كده رجعوه رفعوها مرة تانية وابتدوا يحطوا الحاجات دي في بيت ربنا عشان يبقى فيه زبيحة دايما في بيت ربنا سبب واقعهم في الخطيئة ان هم مكنوش بيعترفوا بالخطايا وبيقدموا زبيحة للخطيئة ولا بيقدموا الربنا كان فيه تقدمة في الصباح وفي المساء زي ما احنا كده بنرفع بخور عشية وباكر كان هم عندهم دايما فيه تقدمة في الصباح والمساء والمحرقة دائمة يعني كل يوم كانت بتقدم محرقة تحرق للاخر خالص دائمة والسبوت والاهلة والمواسم والاقداس وزبائح الخطيئة للتكفير عن اسرائيل ولكل عمل بيت الهنا وقلقينا كرعا على كربان الحطب بين الكهنة واللويين والشعب كان عشان يولأ المحرقة تتحرق كانوا بيحطوا تحتها حطب طب الحطب دا ما كانش متوفر وبسهولة فعملوا قرعة عشان يبقى معروف ان فلان بصوا برضو النظام دا بتاع نحامية حلوة ازاي ان النهاردة الحطب على فلان بكرة الحطب على فلان باعدوا الحطب على فلان عشان يبقى كل واحد معروف بالقرعة مين اللي عليه الدور يجهز الحطب اللي هتتقدم عليه المحرقة في مسبح الرب الهنا كما هو مكتوب في الشريعة ولإدخال بكورات اراضنا وبكورات سمر كل شجرة سنة فسنة الى بيت الرب كان اول حاجة البكور لازم يقدموها فيهن لبيت ربنا وبعضين وابكار بنينا وبهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة كانوا ابكار الابكار كانوا يقدموا قدام كل بكر يقدموا قدامه زبيحة فما كان مثلا اما المسيحة ولده هو بكر فتح رحم فقدموا عنه زوجي يمام او فرخي حمام لو تفتكروا اللي راح تقدمتهم العذرة في الهيكل طب ده بسبب ايه بقى بتقدم كده ليه ده عشان جابت زكر وبكر فده تقدمه قدامه المين لربنا وابكار بنينا وبهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة وابكار بكرنا وغنمنا لاحضرها الى بيت الهنا وإلى الكهنة الخادمين في بيت الهنا وأن نأتي بأوائل عجيننا ورفائعنا وأصمار كل شجر من الخمر والزيت الى الكهنة الى مخادع بيت الهنا وبعشر أرضنا الى اللويين يعني اللويين ما كانش ليهم نصيب في الارض لأن قالوا نصيبي هو رأيه الرب فكانوا البقية الأصباط تدي العشر لللويين وكانوا اللويين نفسهم يدوا العشر لبيت ربنا واللويين هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا ويكون الكهن ابن هارون مع اللويين حين يعشر اللويين يعني ايه كانوا حد هيبتدي يجمع الاسمار هيبتدي عد الاغنام هيبتدي يعمل حاجة يقف واحد من اللويين ويقف واحد من الكهنة يطلع العشور بتاعت كل حاجة عشان ما يجيش حد على نصيب ربنا فييجي عليهم الغضب مرة تانية لأن انتوا فاكرين في وصية بتاعت العشور يقول لك كده سلبتموني قالوا بما سلبناك قال بايه العشور بأكلكم العشور تدوسونا دوري ويكون الكهن ابن هارون مع اللويين حين يعشر اللويون ويصعد اللويون عشر الأعشار إلى بيت الهانة يعني اما اخذوا اللويين كمان العشر من كل صبت هم كمان يطلعوا العشر ايه إلى بيت ربنا إلى المخادع إلى بيت الخزينة لأن بني اسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع وهناك أنية القدس والكهنة الخادمون والبوابون والمغننون ولا نترك بيت الهانة يعني فيه ناس تستخسر الحاجة في بيت ربنا يجي يقول لك ازاي تصرفوا على الكنيسة قد كده وطب ما كانت جميلة واحد يقول لا ده بيت ربنا لازم يبقى احلى من اي بيت عندنا لدرجة ان في مرة ربنا قال لهم كده اهوا لكم الوقت لتبنونا لكم بيوت سيبين بيتي خربان وانت كل واحد عمال ينظف في بيته ويحل في بيته ويجمل في بيته وعشان كده كانت بسببها خطية كبيرة جدا على الشعب لأنهم تركوا بيت ربنا واهتموا بايه بيوتهم الشخصية وعشان كده برضه في واحد يبقى صعبان عليه انه تبقى مرمية ورقة في ارض الكنيسة او واحد تاني يبقى قاعد زي شفنا كده في وحنا بنشوف في احدى القاعات قاعد مشارط الكراسي الجلد الجديدة ومشارط او حد يبقى قاعد كده وتبصت لايه استخدم منزيل ورح حطه في الكنبة واحدة كانت دخلة بالبنى وراح سابتها على الكنبة اللي انتوا عاديين واحد فيه كان وحد ماسك شامعة وعامل على الكنبة طب انت ده بيت ربنا انت ممكن تعمل كده في بيتك ولا هتخاف كان احد الشمامس يا ربنا يدي له الصحة ويدي له الفهمة برضو كان ماسك شامعة كده بس اما الشامعة بتنقط فعشان ما تلسعوش في ايده وكان يعملها ايه ما عرفش شفتوه ولا لأ بس يعني يلا ربنا يسامحوا بس ايه الفكرة في ايه النقطة دي عايزة اقول ايه فيه واحد يحس ان بيت ربنا ده ده انا ما استهلش النائجة نظف فيه فعلا فيه ناس بتيجي تقول احنا نفسنا نيجي ننظف بيت ربنا وفيه واحد مش فارق معاه يعني على ايه الكلام ده كله على ايه وتبص تلاقي واحد يبقى يقول له غيرت بيتك اكلتني ازاي انا انا في بيتي ما اقدرش اقعد وهو مش نظيف واشوف بيتك مش نظيف واخش اللي يخش على السجاد مطين برجليه لا 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 ازاي واحد تاني يقول لك لأ ده انا بيقلعوني في البيت الباب على المقصود بالكلام ايه ان لا نترك بيت الهنا لا في احتياج لحاجة ولا في نفس الوقت في احتياج سواء حتى الحاجات البسيطة نظافة لمبة مش عارف ايه لا لازم الواحد يخلي باله ان ده بيت ايه ربنا واهم من ان انا اهتم ببيتي وحالي اكون باهتم ببيت ربنا تفضلوا نسلم المرة جاية ان شاء الله يونان هنبقى في معادنا بس مش هيبقى في عشية فهنقول ترنمتنو ونخلص ان شاء الله سفر النحان نعم القدسات زي كل سنة زي كل سنة في قدس اول وقدس تاني عايزين حاجة تانية؟ اشتركوا في القناة